فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجماعة الأزهر ورئيس مجلس حكامي المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في اسم الله تعالى البر تحدثنا في الحلقات السابقة عن معنى هذا الاسم وعن أهمية وقيمة وحكمة الابتلاء في الدنيا والآخرة السؤال يا مولانا ما حجم الابتلاء الذي نصبر عليه في الدنيا قياساً بما قد نواجهه في الأخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد هذا سؤال مهم جداً يتعلق فعلاً بالابتلاء والصبر على الابتلاء في الدنيا مقارنة بالنعيم الذي ينتظر هذا المبتلى وأيضاً مقارنة بغفران الذنب الذي يعني يعد به المبتلى هناك يعني إجابة نبوية تغنينا جميعاً بكل قراءاتنا وفلسفاتنا لقصها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني خمس ست صدور يقارن فيه بين نعيم الدنيا وماذا يسوى بالمقارنة بلحظة في عذاب جهنم بلحظة واحد بلحظة وأيضاً بؤس الدنيا هو ماذا يساوي إلى جانب اللحظة في الجنة فقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا ويغمس غمسة أو يصبغ صبغة في النار يعني ينزلوا كذا وطلعوا في النار ثم الحديث ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ تشوف الغمسة الواحدة حتنسيه كل اللي شاهده تنسي ما تنعم بي في الدنيا تنعم في كل حياته ويسأل ويسأل فيقول طبعاً لا يقول هو فاكر وبيجامل لا هو نسي مفيس فيقول لا والله يا ربي يعني ما رأيت خيراً قط ولا شفت نعيم فده يجعل الإنسان يعني يستبشر ويتحمل الابتلاء سواء كان هذا الابتلاء يعني قوي شديد أو كان حتى ابتلاء خفيف يعني ابتلاء بالله بالله مثلاً بأنه لم يوفق مثلاً في عمل معين وظل في عمل أقل في ناس تقول بقى عمرها كله وهي حزنانة على ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة باش وريح الجنة المبتلين بقى بالأمراض المبتلاء وبألان طبعاً أشدهم بؤساً يعني فقر وجوع مرض وكله لكن من أهل الجنة لأنه طبعاً صابر ومستقيم فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط فمن هنا الصبر على البلاء شيء هين جداً يعني مثل هذا الحديث يهون على الإنسان الصبر على البلاء ويحذر الإنسان من الركود من ركون إلى الدنيا وفتنتها ومباهجها طب ماذا لو منحنا الله سبحانه وتعالى المنافع والخيرات دون ابتلاء هل تستوي الحياة دون ابتلاءات دون اختبارات لا طبعاً هذا السؤال سؤال اللي سألوه كثيرون يعني من مزاهب ومدل أخرى قالوا يعني لماذا الله سبحانه وتعالى بإمكانه وفي قدرته أن يدخل الناس الجنة وحسب المراتب والمنازل العلية التي يريدها لهم والتي يعني جعلها وقفاً على الابتلاء دون ابتلاء وأيضاً ممكن يكفر السيئات بدون ابتلاء هذا الكلام كلام يعني كلام أحلام لأنه ينسى بقية الصفات الإلهية وفي مقدمتها الحكيم الحكمة العدل العدل لا يساوي بين يعني المؤمن والكافر بشكل مطلق وإلا الدنيا مش هيبقى فيها مؤمن وكافر لأنه حينعم على داوي نعم على داو وبعدين كمان حيدخل الجنة لأنه برضو داخلها في النعيم وما يدخل النار لأنه أيضاً داخل في الابتلاء كذلك لا يتميز المؤمن من الكافر لا يتميز الخبيل مدام كله طمعان في كل شيء يتم له دون ابتلاء دون عناء ودون آلام ودون عمل ودون آخر فهذا الوضع يجعل الدنيا وكأنها لا معنى لها أو يجعل حياة لا معنى يبضل السواب والعقاب تبضل التكاليف تكلفني ليه مدام أنا أقول لك أنت قادر أنا كنت أدخل للجنة من غير ما تكلفني به الصلاة والصيام والحج والكلام ده فإذن لا يعني هذا السؤال خيالي إلى أبعد حد أيضاً في إجابة تانية مثلاً إحنا مثلاً في حياتنا الدنيا على الأم خلينا مثلاً مثلاً الأم الأم مع الضفل حين تفضمه توقف الرضاع طبعاً توقف الرضاع تحمله البكاء الألم الصراخ وهي أيضاً تتحمل معه هذا فترة طويلة فكان ممكن يقول لها لأب خلاص أنت بالله أكلي على طول بدون ما يمر بمرحلة البؤسة دي بدون ألام وبدون عناق لأنه الفطام عناق نعم بالضبط اللي بيقول ربنا الديني من غير ما تبتليني بالضبط سؤاله زي سؤال إحنا لليل أمة تعرض نفلها لهذه الألام في انتظار انتهاء الفطام والانتهاء الرضاع والأكل ما تدينه على طول لو أعطته الأكل على طول يضره يهلك طبعاً لكن هي تعلم هي لا تؤلمه بقصد الألم والله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده بقصد الإيلام ولكن يبتليه لما ينتظره من خيره ومرة أخرى برضه اللي هو وعسى أن تكره شيئاً وهو خير